السلام عليكم ازايكم حبيبا عاملين ايه يا رب تكونوا بخير? عاملين الاكلة اللي بتنزل على القلب على طول يعني يا ما بتتاكلش كده وتنزل في المعدة لا بتنزل في قلبك. اكلة طبعا حلوة قوي بتطري على القلب وطعمها حلو وسهل وسريعة بطريقتي السحرية اللي بجد لو جربتوها مش هتعملو غيرها خالص. يلا بينا نسامي بالله ونصلي على الحبيب عليها افضل الصلاة والسلام. انا جبت والقاس الصغير ده حلو قوي في التأشير سهل جدا لان اكتر حاجة بتزهق في القلقاس اه التأشير بتاعه والتقطيع. لو القلقاس هي كبيرة بتخنقك وتقصلي كل السكاكين. بجد والله انا القلقاس الكبير يا ما قصلي سكاكين بصراحة. فانا بحب القلقاس الصغير. ما لقيتوش فبجيب الكبير اجباري يعني هعمل ايه? بس بفضل احيل فيها لغاية ما تتقطع. بفرطة مع القلقاسة الكبيرة. اسهل حاجة. نمسيكي فرطة وتقطعي بيها. خلاص نقطعه طبعا كلنا عارفين من اشهر القلس ازاي ونقطعه ازاي. انا بقطعه مكعبات صغيرة مش كبيرة. يعني هوريالك دلوقتي قطعهم كلهم كده وبعدين نقطع ايه? صوابع وعدين اشتغل في التقطيع المكعبات. تمام? اهو. يعني بحب تقطيع القلس جدا. مش تأشيره تقطيعه. اهو بحيبه بصراحة اهو. اعمله صوابع كده. وبعد كده مكعبات اهو. مكعبات صغيرة زي ما انت شايفها. ايه في طبق كبير. عشان هوريك هعمله ازاي هخسله ازاي? طبق كبير كده عشان نخسله بسهولة. بقى هو زي ما انت شايفها. يقول لها سالونها وردي كده جميلة. نحنشي الحاجة بتاعتنا هحط فيها دلوقتي شوية مية دفين. دافية مية دافية وارش شوية ملح. وباسبها حوالي عشر دقيق. بيسهلك الغسيل. بافضل اخسل طبعا لغاية ما المية تبقى شفافة خالص. خلاص? اه طوصة بتاعت طوصة صغيرة مقشرة انا راستهم كبيرة. لان انا عملك مية قولاس كبيرة. اه عليها تلات اربعة معالق سامنة حلوين كده. اهو. خلاص? يبقى انا مقشرة راستهم كبيرة. عليها تلات اربعة معالق سامنة. احطهم على جنب. الحاجة السحرية بتاعتي الكزبرة الخضرة. هاتي كزبرة خضرة نشي فيها. اه في البلكونة كده على فرطة نظيفة او فطة نظيفة او صينية. وحش الورق بتاعها بس. واتحانيهم في الخلاط ودعي لي. بجد انا عامل الفيديو ده تاني. هتلاقي عندي على القناة بالطريقة مزبوط. بالطريقة الصحيحة بتاعتها. خلاص? انا الكزبرة دي من السنة اللي فاتت وحطها ببرطمانو في التلاجة. شايفة عاملة ازاي? طعم وريحة غير طبعيا ما بحطش سلق خالص. خالص ما بحطش حاجة غير هي دي بس مع التومة. او رالج دلوقتي. اه لو عايز الفيديو بتاعها هتلاقيه عندي على القناة. خلاص. احل على النار. شربة. طبعا شربة فراخ. الاولاس ما بقاش حلو غير بشربة الفراخ. بجد يعني. انا غسلت الاولاس حلوة قوي قوي. خالص. اه حطه في الشرب هيغلي. هتعرفين طبعا تسوية الاولاس. بس نحوش الغطة شوية. حطو على جنب كده. هبتدي عامل لكم شوية رز بشعرية حلوين قوي. انا بحاب الشعرية كتير قوي في الرز. بحط زيت مع السمنة. لازم احط زيت مع السمنة في الرز بشعرية. عشان يخليهم فلفل كده وحلو. رشة ملح. اي رشد الملح مع الشعرية برضو. بيخلي اللون الشعرية كله زي بعضه. خلاص. نقلب كده كويس. فرشة الملحة زي ما قلت لك بيخليها اللونها كله زي بعض من الشعرية كلها زي بعض. الولاس شغاله بيغلي هناك. او لازم نحوش الريمة دي بقى. حوش الريمة دي. اه اه يعني نخليها تبقى صافية خالص. وليش هيبص عليها وحوش الريمة. عرص كده. الرزة دلوقتي هنغطيها تاني اهو نغطيها تاني. الرز بتاعنا اهو. فانا بحب الشعرية اكتر من الرز. براحتك انت طبعا. تمام كده. اهو. لون الشعرية كده حلوة قوي. ما بغمقوش عن كده. الدهبي. الدهبي لا فاتح ولا قيمق وسط. الرز بتاعنا مخصول ومتصفي. نقلبهم كلهم مع بعض. لازم نقلب بقى شوية كتير. حطينا الرزة على الشعرية. ما ينفعش نخلص ونقفقوا الرش. لا. انا بسيبها مش قليل من عشر دقيق تقليب. صبعا انا سرعتلك الفيديو. لازم عشر دقيق تقليب على الاقل. خلاص. شربت برضو فراخ ومية. بحط الاتنين مع بعض. اهو. ما ينفعش شربة بس في الرز. اي نوع الرز يا جماعة لانه بيعجل. لازم تحطي معه مية. مع الشربة لازم تحطي مية. خلاص كده. ارش رشة ملحة لان انا زودت مية. واحط رشة فلفل اسود. تمام كده. طبعا احنا عارفين تسوية الرز يغلي بقى غلوتين. حنوين تلات اربع دقيق ونوطي النار خالص. اهي. شوية ملحة ورشة فلفل اسود وخلاص كده. نغطيه وانا اغلي نوطي النار. هناك القلاس اهو بشوف استوى ده لأ. استوى خلاص القلاس بتاعنا. اه الطوصة كده برضو. هبتدي حمر الفراخ. كل حاجة كده احنا يعني بنعرف ننجز بسرعة. كله ورا بعضه كده طول ما انت واقفة على البوتاجاز انجزي كله على بعض عشان ترتاحي. ما تفضلش تروحه وتيجي. قال لي احلج بكتير طبعا. انا بحب مع القلاس فراخ واحب احمرها في الطوصة. ما بحب احش عطاف الفرد. اه تعود بقى. الفراخ واحمرها في الزيت كده على النار وتبقى حلوة طعمة حلوة قوي. الرز خلاص قرابي ستوي. شايف نفلفل ازاي وجميل? اهو. خلاص. خلاص كده. هنسيبه بس دقيقتين ونشيله. اه الطوصة. نحط فيها التوم بتاعنا اللي احنا حاطين فيها التوم والسمنة. الخطوة دي مهمة جدا بقى. مشي. شوفية بقى. شوف الخضرة بتبقى عاملة ازاي? اللي انا عاملها مش السلق. ودعيلي. جربيها ودعيلي. الفراخ بتتحمر اهي. التومة اول ما تبتدي تتصفر. تصفر فاتح. هنزل بالكزبرة النشفة. اول ما التومة تصفر. فاتح خالص ننزل بالكزبرة النشفة. خطوة دي مهمة جدا. خلاص? اهو هنزل بالكزبرة دلوقتي. يعني على الكمية اللي انا عاملها في القلقس حوالي تلات معلق كبار هرميين اه كزبرة او خضرة. خلاص? ما نحش ايدينا بقى نفضل نقلب عشان ما تتحرقش من الاطراف. نفضل نقلب لغاية ما نلاقي التومة صفرت معنا دهب يغامق. هوريكي برضو. اول ما التومة ننفعش نوقف تقليب يعني. على طول ونرجع تاني. اول ما لون التومة يغمق نبتدي نحطها على القلقس. عشان ما تمررش معانا. اهو. شايف عامل ازاي بجد جامعة شايفين? كأنك بتاكلي بص حاجة فضيعة. اهو. بس ما نوقفش ما ينفعش ما نقلبش. لازم نقلب على طول. اهي لو انت ملاحظت تومة بتديت تصفر اهي. خلاص كده. نفعش نعادها كتر من كده عشان ما تتحرقش والتمرر معنا. خلاص كده نجيب القلس بتاعنا حالا. وانتش بقى القلس. اهي. اهو. تحفة يا جامعة والله. تحفة جربوها والله مش هتندموا وبتريحك. تجيب شوية تقصبرة كتير كده وتنشي فيهم. وتشيليهم في برطمان. بصي اسهل اكلة هتلاقيها معي كده. اهو. شايفة عاملة ازاي? شايفة عاملة ازاي الخضرة? التقليق. التقليق عاملة ازاي التحفة بجد والله ان شاء الله تعجبكم. اهو الرز بتاعنا. القلس حلوة قوي بالطريقة دي. ومش هتندموا لو عملتوه بجد والله. بتحسن الدنيا سهلة جدا معيك. اهي. شايفة القلس عاملة ازاي? زي ما يكون بصي. في وظيع يا جماعة والله جربوه. شايفة? بطعامة وريحة مختلفة خالص. انا ما جربتوش بالسلق ابدا. دي الطريقة بتاعيتنا اللي احنا بنعمله بيها. ما بنعملوش خالص بالسلق. واقول لتاني الفيديو هتلاقيه برضو موجود على القناة. ازاي تعمليها? بالضبط. خلاص كده تكليم على الرز بقى. تكليم على شايفين الجمال يا جماعة? تكليم على الرز. تكليم على بعيش. انا بحيبه بعيش جدا. اهو. شايفين الحلاوة والجمال? لا بجد حلوة قوي قوي. وسهل. يعني يوم كده تبقى فاضية تجيب شوية خضرة وتعمليهم تشيلهم في التلاجة. سنة سنة ونص. حسب الكمية اللي هتعمليها تقعد معيك. اهو. حطي على الرز كده وكلي ودعيلي. والله العظيم بجد حلوة واوي وسهلة. اهو. اه يعني بقى براحتك تكليها بأي طريقة تكليم بالمعلقة بس. بجد حلو وطعمه حلو ورحته حلوة. اقول لك الاكلة اللي تنزل على القلب اضطر على القلب دي. ما شاء الله يعني. نلاكلت الشتوية الجميلة. وادي القلقاس. وادي الفراخ. انا طبعا بحب الصدر ما بحبش الورك. هرجعه تاني مكانه. اهو. والفهنة ومع السلامة. اشتركوا في القناة.